لا شيء من الفن الآن الفن التشكيلي دور المجسمات في تقصيل التراث وذاكرة الأمة وقفة عند تجربة ومسيرة الفنان والتشكيلي ونحة عبد الكريم كرميش في هذا المجال الذي أسعد كثيرا باستقباله معنا في بلاتوهق الصباح أهلا وسهلا بك فنان المحترم شكرا على كرم قبول دعوة المشاركة معنا سبع الخير وشكرا على الاستغفاء أهلا بك أستاذ كرميش يتحدث بداية عن فن المجسمات كيف نعرفه ما هو الرصيد المعرفي الذي تعكسه هذه المجسمات من الجانب الفني الخاص بالمصممين في حد ذاته بالنسبة لجانب هذا المجسمات أو المدرسة خاصة بالمجسمات هي اختصاصة لكل حال وأي فنان باش يبدأ المجسمات كما يقولوا يتخصص في المجسمات لازم تكون عنده كما يقولوا رصيد فني نعم بعد دخلت المدرسة الوطنية للفنون الجميلة هناك طرقت لجميع أنواع الفنون بعد در تخصص هندسة داخلية وفي الهندسة الداخلية درنا جانب نخطب فيه لماكات يعني المجسمات المجسمات هذه كما نقولوا إحنا فيها جانب فني وجانب تقني نعم الجانب الفني بطبيعة الحال أنا عندي رصيد فني والجانب التقني تعلمنا بالممارسة تعلمنا الأمور هذه التقنية كيف نديره النسب كيف نديره القياسات نعم من بعد رح ندخلوا في المواضيع المجسمات مهمة جدا خاصة في المتاحف نعم أنا زرت بعض المتاحف في الدول الأوروبية وفي دول الجيران على كل حال يعني يعطوها أهمية كبيرة جدا لماذا؟ لأنها توضح الصورة وتقتصر يعني بالشرح نعم مثلا باش تحكي حكاية ولا تديرها صورة كتديري مجسم سمقه رح للمشاهد رسمت الصورة يعني بالشكل بسرعة نعم هذه بالنسبة للمجسمات في الجزائر أو نحكي عن الجانب هذا يعني بدون نعقصة شوية لماذا؟ ممكن معنا مش عطينا أهمية كبيرة يسر أين نجدها فنان المحترم هذه المجسمات بشكل يعني في الجزائر أين نجدها بشكل منتشر أكتر؟ نجدها نلقاها يعني منتشرها يسر في المتاحف نعم وخاصة في المساحات العمومية نعم 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 هل هي مستغلة من الناحية السياحية مثلا؟ يعني بشكل محتشم نقوله؟ نعم نعم يعني ليست بالصورة هي على كل حالة بدأت كما نقوله نحن تعطى لها الأهمية والقيمة نعم 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 هل يتم إن إنجاز المجسمات هذه أستاذ كرميش تاخذ وقت طويل في إعدادها؟ تصميمها؟ طبعا طبعا مواد الأولية أيضا؟ نعم نعم في البداية الموضوع هو الأساس موضوع نعم 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 خاصة الموضع التاريخي المختص فيها لازم واحد كما نقوله يدرس الجانب التاريخي باش ما يقعش فيه أخطاء صحيح من بعد رح يدخل في الجانب التقني والتنفيذ يطلب مثلا ماكات مجسم مصغر دراسة أولية من بعد التنفيذ رح يكون يعني فيه لازم وقت كبير شحال مثلا شحال تستغرق أنا نحكي لك مجسم درته في المتحف المجاهد خاص بعملية تعذيب وعندي صور عليه على كل حال في سبع مطرات على زوز مطرات على ثلاث مطرات لارتفاعك نعم ونادعت من مختلف أنواع التعذيب لإدارات فرنسا وقت الثورة وقت الاستعمار وحالي بدلي تقريب عامين أعلم شحاف وان دير جزء من المجسم هذا ومن بعد ذكر وكتمل العمل على كل حال ودار شهدية ونجاح كبير في المتحف في بعض الأحيان بعض الزوار يأتي خاصة لي حضروا وقت الثورة ينبهرون يعني ينبهرون ويبكوا من ذلك بدقة التفاصيل سقسيت واحد العجوز الخطرة قلت لها كيفاش؟ قلت لي تفكرت كما قلت لها وقت الثورة كيفاش كنا متعذبين يعني هو ينقل التاريخة المجسمات تنقل لنا تشرح لنا تفاصيل في التاريخ إضافة إلى العنصر الجمالي يعني لها لهذه المجسمات وحتى تساهم في تسويق سياحة في بلادنا طبعا طبعا نعم تساهم بزاب حتى إذا استغلناها استغلناها أستذكر مش مثلا في المطار في المحطات هي تساهم بصورة واسعة في الجانب التاريخي والجانب السياحي كذلك خاصة عندنا مدن ومساحات جميلة جدا تنقصها كما قلنا نحن لمسة فنية لمسة فنية ذلك راح تكون من الأفضل مجسمات نعم كي تعطيها إضافة جميلة جدا طيب يتحدث عن المجسم الذي أحذرته معنا اليوم خاص بمدفع باب مرزوق باب مرزوق المجسم هذا هو طلب من متحف المجهد إدارة هناك طلبت مني لكي نجعله مجسم هذا لأن هذا الموضوع المجسم هذا مدفع باب مرزوق يعني موضوع كبير جدا وحبيت أن نجسده في مجسم صغير مصغر هذا نعم من بعد راح نخدموه راح نخدموه هذا الشيء بالقياس الحقيقي يعني الطول على المدفع هو في الحقيقة في سبع مترات نعم مع حتى الأشخاص اللي مضايرين به يعني يمثل مشهد خاص بالمدفع هذا مشهد يعني معبر أحكي نقصته قليلا أستاذ كرميش القصة تعالى تعالى المدفع باب مرزوق هو في الحقيقة القصة تعالى خاصة في الأيام السابقة نعم يعني هناك يعني من يقول بالجزائر ما عنداش تاريخ ما عنداش تاريخ يعني هناك ضجة كبيرة نعم ترافق ما عنداش تاريخ جزائر نعم طيب أن في حوالي 1500 أو 1700 يعني هذا المدفع كان وهو مدافع موش مدفع واحد كان داير بالجزائر العاصمة بالجزائر المحروسة نعم نعم هذا المدفع موش كان يقدروا فيه كانت تجي مثلا حملة حملة عسكرية نعم خاصة الحملات المعروفة يقوموا بوضع شخص داخل فوها نعم شخص عنده مرتبة عالية على كل حال ثم يقضف به إلى الأساطين اللي جاية تحارب الجزائر أو تحتل الجزائر العمل هذا يعني نشوف فيه هنا مهم بزاف نعم ونتمنى يعني يتجسد على مستوى يعني المتحف أو حتى في متحف البحرية نعم أو حتى على الصور الموجود في البورت نجمو نديره ثمان المجسم هذا يكون كبير ونحطه ثمان يكون مادة البرونز وهذا كما نقول إحنا تاريخيا يعني بزدي يشجع في كذلك يشوفوه السواح يعني يعاون فيه وأنه أصل هذه المعارف هذه المورثات في الأجيال الجديدة أستاذ كرميش التي لا تعرف طبيعة هذه الأجيال الجديدة حقيتنا في هذه المورثات هذه الأجيال مثلا تشوفوا الأعمال هذه سواء جمالية أو تاريخية راح تكون عندهم يعد عندهم رصيد يعني ثقافي وموركبات واعتزاز بكل ما له علاقة ودرت يعني هناك مجسمات كثيرة في المتحف المجاهد ومتحف الجيش كذلك ما عدنا مجسم خاص بالتعذيب مجسم خاص بمحرقة الظهرة وكذلك هذه المجسم هذا ما عدناش عليه صور أنا من خلال قصة درت المجسم هذا ومد يعني كذلك صداء كبير جدا من حيث المجهدين الزوار درت كذلك مجسم خاص بمساهمة المرأة في الثورة هو مجسم كبير كذلك موجود في المتحف المجاهد كذلك درت عملية عملية المقصرة أو عملية إعدام زبانة كيفية جبوه في السجن وكيفية نفذوا فيه عملية إعدام بالمقصرة هو موجود كذلك في المتحف المجاهد يعني هناك الكثير من الأعمال موجودة في المتحف المجاهد وللأسف لكن تركيزك على الجانب التاريخي مهم جدا أستاذ كرميش يعني لأن نجد فناني يعني يستثمر كل هذا المجهود الفكري والمعرفي والتصميمي في يعني إخراج هذه التحف الفنية الرائعة الخالدة لأنها تؤرخ لحقبات مهمة تتنقلها الأجيال وتتورثها الأجيال ليس بالأمر الهين يستدعي الكثير من عوامل النجاح عوامل الصبر وعوامل يعني تبنى بالأساس على الوطنية الموجودة في شخصيته وهم حاجة هو تشجيع الفنان نعم لازم الفنان يعطونه قبع نعم بالتأكيد طيب هل يعني تفيدنا ببعض المشاركات في التظاهرات سواء محليا أو دوليا؟ شاركت في تظاهرات في وطنية أكثرها في وطنية نعم في الجزائر في تونس كذلك درت معارض هناك يعني كانت عندي حركة أو يعني معارض على مستوى الوطن وخارج الوطن خاصة في الفنان التشكيلية نعم بالنسبة لمجسمات ما درتش يعني معارض بها خاصة للفنان التشكيلية لوحات زيتية نعم وهي كثيرة كذلك هذه التي نشاهدها في الصور المباشرة هذه تعتبر أعمال فنية يعني خاصة بالبياء ليست كما نقول احنا أعمال تاريخية نعم وهي تمثل كما نقول احنا الجانب الإنساني نعم وكذلك تاريخي في الجزائر خاصة في المناطق الناية منها الفروسية منها مثلا كما هذه سوق موجود في بسكراء نعم يعني هناك كثير من الله مدينة يعني مصقة الرأس بسكراء طيب كيف تقيمون واقع الحركة التشكيلية في الجزائر أستاذ كرميش من ناحية الفنانين عددهم حركة تشكيلية في الجزائر يعني النجم نقول إليها محتشمة كذلك ولست منش عارف كيفاش للفنانين يعني خاصة مثلا في التظاهر الأخيرة وفي المناسبة الأخيرة في تكريم الفنانين مثلا كان ناظر على روحي كفنان يعني الأعمال تاعي يعني شفوها حتى من خارج الوطن وكلموني إليها وفي هذه التظاهرة لم أستدعى إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله لكل مبدع في الجزائر أستاذ كرميش هل لديك تقوص خاصة أثناء الممارسة التشكيلية يعتمد عليها الفنان عبد كريم كرميش خلال أدائها بالنسبة لنا كنت أخدم في الورشة تاعي نعم إنها نحب الهدوء السكون شوية موسيقى وماذا بيه واحد ما يقلق يقلق ثم خطرها أننا ندخل في العمل الفني ما فيقش بروحي أننا نسبح في العمل الفني هذا ماذا بيه ما كانش حاجة لتعكر لي أن يستفوت مبرك هذا ما كان هل ترتكزون خلال الإبداع الذي تقوم به يعني خلال الممارسة هل دائما هناك مخزون للذاكرة تعتمدون عليه؟ بطبيعة الحالة الفنان خاصة الفنان التشكيلي في اللوحات الزيتية وفي الأمور التاريخية يعني الموروث التاريخي التاعنا والثقافي والتقليدي هو مصدر إلهام الفنان لأن الفنان الكاشي تاعه وطابعة تاعه لازم يكون منطقة تاعه ليس منطقة يعني مسقطة رأس والليئة التي نشأ فيها الوطن الحاضن الوطن تفاعم هذه أستاذ كرميش هل يمكن استغلال أو تطبيع هذه الفنون من أجل تغيير المستمع؟ هل يمكن؟ يعني يمكن بالنسبة للأعمال هذه خاصة كما قلتنا أن تكون منتشرة في الأمك العمومية وفي الصحات العمومية للمواطنة يتأثر بها ورح تتحسن نعم هي في الحقيقة رسالة سلام في كل المجتمعات هل من كلمة أخيرة مشاريع مستقبلية يمكن أن نطلع عليها من حضرتك؟ بالنسبة للمشاريع عندي مشاريع هذا آخر مشروع قدمته متمنى جسد سواء على متحف المجاهد أو متحف البحرية هذه آخر قلوب شكرا لك نتمنى لك كل التوفيق الفنان عبد الكريم كرميش فنان تشكيلي ونحات كنت معنا في بلاطو هذا الصباح للحديث عن أهمية المجسمات ودورها في تأصيل الذاكرة والتاريخ الأمة وشكرا جزيلا لك على كرم الحضور شكرا على الاستغافة شكرا